السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلة ورزقا طيبا لقد قمنا في التدريب السابق بالتحكم في المدونة من حيث تأديل الحساب وتغيير مظهر المدونة والآن نبدأ بالتدريب الثالث وهو التحرير المدونة والجزء الأول يتحدث عن إضافة الصفحات في هذا التدريب سنقوم بتحرير المدونة من حيث إضافة تدوينات جديدة وإضافة صفحات رئيسية جديدة وكذلك صفحات فرعية قبل أن نبدأ بإضافة التدوينات والصفحات سنزور إحدى المدونات هذه المدونة تحتوي على العديد من التدوينات التدوينات عبارة عن مقالات تكتب في الصفحة الرئيسية وترتب بحسب التسلسل الزمن أما الصفحات سنزور مدونة أخرى الصفحات عبارة عن قائمة توجد في أعلى المدونة هذه القائمة لو دخلنا على أحدها هذه القائمة تحتوي على تدوينة أيضا تشبه التدوينة الموجودة في الصفحة الرئيسية تحتوي على عنوان تحتوي على محتوى قد يكون نصوص قد يكون صور أو أي وسائط أخرى المهم أن هذه التدوينة تعتبر تدوينة ثابتة أي لا يوجد لها تسلسل زمن ولا يوجد غير هذه التدوينة في الصفحة الواحدة ونود أن نؤكد هنا أنه إذا أردنا أن نضيف صفحات للمدونة لابد أن يكون القالب الذي اخترناه يدعم وجود الصفحات لأن بعض القوالب بها صفحات وبعضها لا يوجد بها صفحات ولا تدعم إلا وجود الصفحة الرئيسية فقط أيضا بعض القوالب تدعم وجود صفحات فرعية تحت الصفحات الرئيسية وبعض القوالب لا تدعم وجود صفحات فرعية إذن في هذا التدريب سنقوم بإذن الله بإضافة التدوينات وكذلك الصفحات بنوعيها الرئيسية والفرعية لإضافة تدوينة جديدة من خلال شاشة التحكم ندخل على أيقونة تدوينات ستظهر لنا جميع التدوينات الموجودة في المدونة نستطيع الدخول على أي تدوينة ونعمل لها تحرير أو كذلك حذفها أو عرضها للتأديل عليها كذلك يمكننا البحث في التدوينات سنضيف الآن تدوينة جديدة من خلال أضف تدوينة جديدة من هنا نكتب عنوان التدوينة مثلا معرض مستحدثات تقنية وهنا الصندوق هذا هو منطقة كتابة التدوينة وقامنا اليوم معرض بعرض المجالات الحديثة في استخدام التقنية في التعليم وقد حضر المعرض العديد من المعلمات وطالبت الآن هذه منطقة كتابة التدوينة هنا صندوق أدوات لتنسيق الكلام أيضا هنا لدينا صندوق النشر وهذا يحدد إذا كنت ترغب في نشر التدوينة إذا ضغطنا نشر سيتم نشرها في المدونة أو معاينتها لمشاهدتها كيف تظهر في المدونة أو حفظها كمسودة بحيث أن أحفظها الآن وأعود لاحقا لاستكمال المدونة أو التدوينة هنا بنية التدوينة يوضح كيف سيكون شكل التدوينة هل هو الشكل الافتراضي أو الشكل المعرض صور مثلا هنا نوضح هذه التدوينة تتبع لأي تصنيف وسنتعرف عليه في تدريب لاحق بإذن الله هنا الصورة البارزة نحدد إذا أردنا أن نضيف صورة للتدوينة هنا صندوق المناقشة إذا أردنا أن نسمح بالتعليقات على هذه التدوينة أيضا أسماح بالتنويهات والتنبيهات مثلا إذا كتبت رابط لمدونة أخرى في هذه التدوينة فإن المدونة الأخرى سيصلهم تنويه بذلك ثم إذا انتهينا من الكتابة وأردنا اعتماد التدوينة سنضغط أيقونة نشر الآن تم نشر التدوينة سنذهب لزيارة المدونة لنشاهد هذه التدوينة هذه التدوينة التي أضفناها وهنا يظهر الوقت والتاريخ تستطيع إضافة تعليق على التدوينة المكتوبة من خلال الضغط على Leave a Comment يفتح صندوق التعليقات نكتب هنا التعليق المطلوب ثم نضغط على Post, Comment أو أضف تعليق ذكرنا قبل قليل أنه يمكن إضافة التعليقات أسفل كل التدوينة وتعتبر التعليقات من أهم الوسائل التي تساعد على التفاعل الإيجابي بين المدونين وقراء المدونة وهي تفتح أبواب النقاش ومشاركة التجارب مع الآخرين ولكن أحيانا يجد صاحب المدونة تعليقات غير مناسبة أو تعليقات تحتوي على روابط في مواقع غير مفيدة مما يسبب له إزعاج فماذا يمكنه أن يعمل تجاه هذه التعليقات؟